موسم حصال التمور العراقية اقتراب لكنه كمواسمه السابقة فقد الصفته كملك للتمور على مستوى دولي فقبل دخول العراق حروبا تسببت بقتل ما يقارب 15 مليون نخلة من أصل 30 مليون كان العراق يمتاز بنخيل لا نظير له لكنها جرفت وحرقت وقتالها الإهمال وزارة الزراع وبحسب متحدفها أكدت أن للوزارة خطة لاحتواء هذا الملف الحروب المتعاقبة التي مرتها العراق أثرت سلبا على عملية النخيل تجري في البساتين الهجرة بمحافظة البصرة فقط مدينة البصرة فقدت 10 مليون نخلة في وقتها ولكن الوزارة حقيقة بعد 2003 عادت النظر في عملية الحد من تداعيات انهيار النخيل فكافة حشرة الدوباس وقضت عليها بالنسبة 50% بال85% وكذلك الحميرة أما المردودات الاقتصادية فكان للنخيل العراقي في زمن ما قبل الحروب أثر كبير على الموازنة الاتحادية للدولة فكانت ترفد الاقتصاد العراقي بملايين الدولارات بسبب الطلب الكبير على التمور العراقية لجولتها وتنوعها سينشط الاقتصاد العراقي كبير بحيث احنا كنا البلد المصدر الأول للتمور في العراق ومردودات التمور العراقية كانت بتعد بالملايين لأنه العالم يشهد طلب شديد على هذه النوعية وخاصة من العراق لذلك اليوم إذا تم إعادة تنشيط وتصدير التمور ربما سيرفد الميزانية العراقية والمزارع العراقي بأموال يستطيع من خلالها عبور هذه المرحلة الحرجة قرابة الخمسة عشر مليون نخلة تنتج بنسب لا تضاهي مكان العراق عليه قبل سنوات الأمر ولد ضرورة لتنفيذ عقوبات بحق من يقطع النخيل وضرورة قصوى لتحفيز الفلاح ودعمه حتى ينتج من بغداد محمد فراس قناة التغيير